بسم الله الرحمن الرحيم وهنا ده التوزيعة الجديدة للمنهج اللي هو ويعتبر ده هو الشابتر الجديد أو الإضافة الحاجات دي كلها هي أصلاً موجودة معنا في المنهج اللي احنا بنشرحه بقالنا سنين اللي يعتبر زيادة عندنا هو الpopulation الpopulation a health ده هو اللي يعتبر الإضافة إنما الباقي كان أصلاً مشمول في المنهج التوزيعة الجديدة للمنهج الquality leadership and integration عليها 19 درجة زمان كان أكتر من كده قللوها طبعاً علشان أنه يوزعوا بقية الدرجات على الزيادات الperformance and process improvement عليها 27 درجة برضو قبل كده كانوا 40 الpopulation health and care transition اللي هو الجديد ده حطوا عليه 11 درجة الهلسي data analytics عليه 26 برضو قلت الpatient safety 18 الquality review and accountability عليها 16 درجة اللي هم يعتبر ال16 درجة دولت اللي هم أخدوهم من الدرجات اللي قللوها من الشابترز التانية زي leadership and process improvement حطوهم هنا الaccreditation كان قبل كده بيجي عليها أسئلة لكن ما كانش فيه توزيعة واضحة للدرجات فدلوقتي التوزيعة واضحة هي لدرجات الaccreditation عليه 8 درجات يعني ده الكوريكولم اللي معانا إن شاء الله احنا طبعاً بالنسبة لنا الاختبار بتاعنا اللي هو اختبار جون هيبقى إن شاء الله اختبار مفتوح من يوم 14 مايو لحد 3 جون دي برضو من التعديلات اللي عدلوها أنه هم خلوا فترة الاختبار بدل ما هي أسبوعين خلوها ثلاث أسابية فهيفتح الاختبار من 14 مايو لحد 3 جون لذلك احنا لازم نكون مخلصين الشرح والمراجعة قبل يوم 14 مايو وههريكم الجدول اللي احنا عاملينه إن شاء الله وهنمشي عليه فطب إمتى نقدم على الاختبار؟ التقديم على الاختبار مفتوح من يوم 21 فبراير لحد 13 إبريل يعني حضراتكم تقدروا من دلوقتي لحد آخر يوم 13 إبريل تقدموا على الاختبار وتدفع الرسوم على الوبسات اللي هم 629 دولار ده اللي هو قيمة الاختبار تمام؟ يبقى آخر ما عدل دفع الرسوم هو 13 إبريل المنهج بقى اللي احنا هنشرحه أنا عندي فيه هنشرح الكواليتي بيسيك رغم الكواليتي بيسيك ديت التشابتر ده ما هوش موجود أصلاً في توزيعة المنهج لكنه أساسي جداً وما ينفعش نشرح جودة من غير ما نشرح يعني إيه أصلاً جودة وإيه الهيستوري أوف كواليتي فتشابتر الكواليتي بيسيك اللي احنا هنشرحه النهاردة اللي ما فيش عليه تقسيم الدرجات لكن مهم جداً لفهم كل التشابتر اللي بعديه والكواليتي ريدرشيب، برفورمانس، امبروفمان اليتولايزيشن وبيبيوليشن، هيلس والريسك مانجمينت وفاينانشال مانجمينت البينش ماركينج والأكريديتيشن والبيبول مانجمينت، البيشن سيفتي الهيلس داتا أناليتيكس ديت التين توبيكس اللي معايا أنا في المنهج أو التوزيع الخاصة بيه في شرح منهج خاص بالكواليتي وده جدوالنا إن شاء الله اللي هنمشي عليه بداية من النهاردة 12 مارس الجدوال بتاعنا الكواليتي بيسيك، ليدرشيب وكذا الحد ما المفروض إن هنخلص الشرح مع آخر محاضرة شرح الهيلس داتا أناليتيكس كيسيز يوم 26 إبريل إن شاء الله بيكون آخر محاضرة لنا في الشرح وبعدها بندخل في المراجعة والإجزام كيسيز ديسكاشن والمراجعة هتكون مضغوطة جدوالها هيكون مضغوطة شوية نتيجة إن إحنا مضغوطين أصلا نتيجة توقيت رمضان وإن الإختبار هيفتح من يوم قلنا الإختبار من 14 مايو فلازم نخلص قبل يوم 14 مايو فده جدول المراجعة بتاعنا إن شاء الله هنخلص المفروض مراجعة يوم 12 مايو بحيث الناس تكون خلال اليومين اللي باقيين اللي هيمتحنوا في أول الويندو يكونوا خلاص خلاصوا مراجعوا ومستعدين دي الإختبار إن شاء الله طيب هنتكلم بقى النهاردة في شابتر 1 عن الهيلس كير كواليتي بيسي هنتكلم عن الهيستوري فولس كير كواليتي والديفينيشن والكي دايمنشن والديفرنس ما بين الكواليتي أشورنس الزمان والتوتال كواليتي مانجمين والتو تايبز أوف كاستومر والإنديكاتورز والإيدي إيس اللي هو الانتجريتر ديليفري سيس أول حاجة إحنا أصلا ليه بنشتغل على الكواليتي إيه الفاليو أوف كواليتي يعني إحنا بنتعلم جودة وبنتطبق جودة علشان نوصل للبيتر بيشن ويبقى عنده تحسين واضح جدا في الحالة الصحية وإحنا مقدمين خدمة عالية الجودة وبأقل تكلفة وبالبداية كده عايزة الجميع برضو يحتسب كده النية والأجر إنه إحنا بنتعلم كواليتي علشان إن إحنا نزود البيشن سيفتي في الهيلس كير أرجونيزيشن وبالتالي ريديوس الهارم فور بيشن أو نقلل أي ضرر ممكن يحصل على أي مسلم أو أي مريض عمتا تمام؟ فهو ده هدفنا أصلا في الكواليتي من الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا فهو إتقان العمل ده هو تطبيق الكواليتي عندي بقى الهيستوري في كواليتي عندي في بيونير كواليتي بيونير أو علماء في الجودة دي أشهرهم هو ديمينج ديمينج وهيس كوليج شيوارت دول العلماء اللي قالك إيه ديمينج قال إن عندي 94% من المشاكل بتكون سيستم ديريفن وستة في المية بس بتبقى بيبول ديريفن يبقى من المقولة ده هاية كده وأوه ما نيجي ندرس الكواليتي هنغير فكرنا تماما فيه أي مشكلة تحصل في الورجناليزيشن أو أي مشكلة عمتا تحصل فيه حياتنا الشخصية إن أي مشكلة لما تحصل ما نقولش هودت أو مين اللي عمل المشكلة دي لأنه نقول what happened إيه اللي حصل بالضبط عشان نعرف system problem إيه المشاكل اللي حصلت في ال system وقدت للمشكلة دي اللي تحصل لأنه 14% من الproblem system A drift دي منجوشيوارد بقى حطوا cycle لcontinuous quality improvement وقالوا إحنا عشان نعمل تطوير مستمرة نحط cycle نمشي عليها وسموها BDCA cycle أو BDSA cycle اللي اتنين زي بعض بالضبط بس BDCA قال لك أنا حط البلان وبعد كده دو هاختبرها على أطبع على small scale وبعد كده أعمل تشيك يعني أشوف الجولز اللي أنا حطيتها مت ولا نط مت وبعد كده أكت يعني أعمم الريزلت على بقية الorganization جي بعد تاني زميله شيوارد قال لك بدل شيكها شيكها خليها study فستادي نفس تشيك اللي هو تشيك يعني شوف الجولز مت ولا نط مت برضو study يعني هتشوف الجولز مت ولا نط مت وهناخدها بالتفصيل في جزء performance improvement عندك جوزيف جوران جوران قال لك أنا عندي بقى وأنا بطبق quality أو أنا عشان أعمل quality management أنا عندي حاجة اسمها جوران تريوليجي طوات أساسية وأنا بطبق الجودة أنا همشي عليك أول خطوة هي أول خطوة هي خطوة quality planning والquality planning يعني أنا حط الخطة هشوف customer دوات محتياجات وإيه والrequirements اللي محتاجها إيه وأبدأ أحط خطة لإنتاج منتج متوافق مع احتياجات العميل بعد كده تاني مرحلة هي quality control وفي quality control أنا هنا هعمل initial analysis أو بمعناها أن أنا عيني على الprocess اللي أنا ماشي عليها في تطبيقي للخطة عشان أشوف أنا فعلا بنتج منتج متوافق مع احتياجات العميل ولا ممكن يكون حصل عندي أي variation لو حصل عندي أي variation هروح للمرحلة اللي هي small quality improvement عشان أعمل هنا intensive analysis بقى أو تحليل جزري عشان أعرف المشكلة اللي حصلت أو التباين اللي حصل عندي ال variation ده سبب وإيه وأمنع الأسباب الجزرية اللي قدت له وجه عمل هالي كده فيه جدول قال لك يعني مرحلة ال quality plan أنا أول حاجة identify who are the customer من ال customer اللي عندي هل ال customer اللي عندي patient ولا شخص هاشتري mobile phone ولا شخص هاشتري عربية ولا إيه هو هو ال customer وال customer ده محتاج إيه determine the needs of the customer وبعد كده translate those needs into our language يعني أبدأ بأن أنا ترجم الاحتياجات دي للغتي وأبدأ أنتج منتج أو أن أنا أحط ال plan عشان إنتاج منتج مطابق لإحتياجات العميل بعد كده هدخل في مرحلة ال quality control إن أنا بقى transfer the process to operation خلاص ال plan بتاعتي بنقلها ال operation وأبدأ أني أنتج المنتج وعيني على ال process طول الوقت أو الزا طايم عيني على ال process في مرحلة ال quality control طب حصل عندي أي variation أروح لمرحلة ال quality improvement إن أنا أعمل بقى intensive analysis وأعمل optimization لل process وأشوف إيه ال root causes أو الأسباب الجذرية للمشاكل اللي حصلت وقت لفات إذن مرحلة ال quality plan في الأول بعدها ال control بعدها ال improvement وال control برضو بتكمل تاني بعد ال improvement يعني بعد ما حصل عندي variation ورحت عملت improvement أرجع تاني لل quality control تاني فمرة نشوف ال quality control number two مرة ممكن نشوفها number three إيه quality control إن دي مرحلة مستمرة ما بتتوقفش تمام مثلاً فليب كروسبي كروسبي قال لك إن معنى ال quality هو principle of zero defect يعني أنا هستجيب لخدمات العميل وأنتج منطق بيكون فيه zero defect يعني conformance to requirement و zero defect الأخطاء اللي عندي على قد ما أقدر أوصل لإن هي تكون zero defect طيب تعريف بقى اللي هو الشائع لي ال quality هو doing the right thing from the first time أو do it right the first time ده تعريف الشائع اللي the most common definition of quality do it right the first time يعني أعمل الصح من البداية doing the right thing right the first time it's done conformance to requirements satisfying the need of the customer freedom of deficiency دي كلها من تعريفات الهيالسي كير quality طبعا إياكم حد يحفظ حاجة إحنا كلمة بقولها ومن البداية هيت بقولها لكم وحطوها حلقة فودانكم إحنا في منهج ال quality بنفهم فقط ما فيش حاجة اسمع حفظ فيش حد يجي يقول لي أنا أحفظ كزا لا كلمة أحفظ دي أنا ما بسمعهاش وما بقى بلاء إحنا بنفهم فقط كل ده للفهم بنفهم يعني ايه quality وتطبيق ال quality ازاي ال GCI مثلا joint commission عرفت ال quality the optimal achievement of therapeutic benefit or avoidance of risk or degree of conformity with accepted principle يعني فيه تعرفات كتير للكواليتي واللي هو الهدف منها انه هو do the right thing from the first type وانحنا نعمل الصح من البداية when to have or to achieve better outcome for the patient طب نشوف الكيد dimensions of quality of care أو الاتجاهات الأساسية للservice اللي أنا بقى أقدمها عشان تكون under the quality umbrella أول حاجة هي appropriateness ومعنى appropriateness هي إن مدى الملأمة ترخبنا لاحتياجات المريض أشوف clinical needs individuals clinical needs الحالة الصحية بتاعة المريض هي محتاجة ايه وتديره العلاج ولا زيادة ولا نقصان عن اللي هو محتاجه على حسب التشقيص والclinical needs أو الاحتياج الطبي اللي هو محتاجه أعمله ما يكونش المريض جايلي علشان يكشف باطني أو عنده مشكلة تخصه قسم الباطني ألففه على كل العادات اللي عندي في الorganization وعمل overutilization للresource لا ده appropriateness يعني the degree to which the care and service provided relevant to clinical needs individuals clinical needs تمام طب availability ومعنى availability إن هي accessibility إن السيرفيس أو الخدمة دي تكون easy to be accessible أو سهل إنه هو المريض يحصل عليها وقت ما يكون محتاجها وطبعا to meet the individual clinical needs الكمبيتنسي بقى الكمبيتنسي إنه الأطباء نفسهم البركتشنر اللي عندي يكونوا على درجة كبيرة من الكمبيتنسي والكفاءة علشان إنه هما يحققوا الكلينيكال والساتسفاكشن الكلينيكال outcome والساتسفاكشن للبيشن يعني إنه هما يكونوا على قدرة من الكفاءة إنه هما يقدروا يعرجوا المريض عليك صحيح بناءا على الـ وأنه يحققوا للباشن والساتسفاكشن ورضى المريض لا يقل عن الكلينيكال outcome لازم المريض يخرج من عندي وهو بحالة طبية صحية كويسة جدا ويكون مرضي عن الخدمة التي تم تقديمها له وإحنا بنعمل الكمبيتنسي ده من خلال إنه إحنا بنعمل بير ريفيو لكل الأطباء اللي عندنا ما لا يقل عن إن كل تسع شهور يكون فيه تقرير عن بير ريفيو بمعنى إنه بنجيب نظير يقارن الحالات عشوائية من الزميل اشتغلها علشان نتأكد من الكمبيتنسي ونتأكد إنه هو شغال according to guidelines عندي الكونتينوتي والكونتينوتي ديات يعني الاستمرارية إن حتى after يكون فيه كونتينوتي من خلال الكيس مانتجر يكون متواصل على تواصل مع الحالات عشان يعمل الموعيد اللي هيجي البيشنط يتابع فيها مثلا الكدني بروفايل ريفر بروفايل أو أي تحليل محتاج طيب الافيكتيفنس والافيكاسي والتلاتة اللي بيلغبط والافيشنسي افيشنسي وافيكتيفنس وافيكاسي حصلت على عملي يعني عمليا أنا عملت بروسيديور معينة للمريض ده ده مثلا المريض كان داخلي بإنسداد في المرارة أو داخل عنده أي مشكلة وانا عملت له كلينيكال بروسيديور معينة ولما عملتها فحصلت على المريض تم شفاقه فأنا كده الخدمة دي بقول عليها افكتيفنس أما افكاسي افكاسي تعتبر عكسها بقى افكاسي أنا بتكلم على كباسيتي أو قدرتي على إعطاء خدمة معينة ف يعني أنا بقول أن أنا عندي مثلا غرفة عمليات وعندي الستوف الطبي وعندي السترومنت والتجهيزات وعندي كل حاجة فأنا قادر علشان أن أنا أعمل عملية معينة فأنا كده بتكلم على الكباسيتي وبقولي أن أنا قادر نعمل العملية وحصل على وأن البيئة اللي حواليها كلها بتؤهني لكده فأنا بتكلم على الإفكاسي إفكاسي نشوفها كمان في الأسئلة أني لما يجي يقول لك مثلا بعد ما انت اديت الفكسين كم عدد الناس اللي جالهم الإفكاسي دي برضو من الحاجات اللي بتعتبر تحت إيه الإفكاسي يبقى الإفكاسي يعني بتكلم على الكباسيتي الإفكيتي نشوف بتكلم على الأوتكم وثالث واحدة هي الإفكيشانسي الإفكيشانسي دي بقى اللي هي متعلقة بالريسورس يعني أنت تدي خدمة وزاوت أوفر يوتليزيشن أو أندر يوتليزيشن لريسورس أنا هدفي أن أقدم خدمة with أوبتمم يوتليزيشن أوفر يسورس أنا أستخدام الأمثل منصتش عليها ما عطهوش أدوية ولا عمل lab investigation ما هياش لها داعي وانا لازم أكون ماشي على اللي هو ان المريض يكون عندي في المستشفى ما يحصل لوش اي هلسكير اكوارد انفكشن او ان يحصل له مثلا يتزحل فيحصل فول ويحصل له فراكشور او كسر او اي حاجة او يحصل له اي مشاكل هو وجوده في المستشفى فالبريفنشن اوف ديزيز او بريفنشن اوف اني هارم توبيشن تايب ريسبكت اند كيرين اني لازم ان احنا نحترم المريض ونركز على الستسفاكشن واني ميد الكاستومار اكسبيكتشن مش مجرد ان احنا بنديره خدمة طبية بس لا لازم ان احنا نعمله باحترام وان يكون اكتف بارتسبان في البلان اوف كير مش واغدينه من ايده وعمالين نوديه من هنا الهين هو مش عارف هو عنده ايه ولا بيروح القسم ده ليه ولا لازم يكون معايا في البلان اوف كير طب السيفتي والسيفتي دي بقى بتطبق على كل الارجانيزيشن ان الخدمة الطبية نفسها او الهيلس كير ارجانيزيشن او الانفيرومنت والبيئة نفسها تكون منمايز ريسك فور بيشن وفيزتور والاستاف يعني ما يبقاش فيه عند اي احتمالية لحدوص اي هارم سواء للبيشن او الفيزتور او الاستافل في الاورجانيزيشن زي مثلا ما يبقاش ويتد فلور يبقى عرضة لانه كل اي حد ما عنده يمكن يتزحلى زي ان كل الارجانيزيشن يلتزم به الهيلس كير الهاند هايجين كومبلايانس عشان الهاند هايجين كومبلايانس بيقلل الهيلس كير اكوارد انفكشن اخر حاجة هي تايم لاينز انه قد يخدمة دية للمريض في الوقت المناسب مش المريض يكون جاي مثلا باعراض انجينا او زبحة صدرية ونتأخر عليه في اعطاء الاسبرين او في اعطاء البروتوكول العلاجي لا اديهوله تايم لاينز يعني في الوقت المناسب تمام طيب عندي حاجة تانية اسمها او اي او اللي هي اتجاهات الجودة في عندي تلات اتجاهات او سري ااسبكت اساسية للخدمة عشان تكون برضو اي under quality of care انه هي بتكون مجرابل ومجرابل ده يعني انه نقدر نقسها على سبيل المثال الخدمات الطبية او البروشيدورز اللي احنا بنمشي عليها في علاج الامراض ممكن ان احنا نقسها بالclinical practice guideline او اللي هو evidence based practice ونشوف هل ان تم تطبيق البروتوكول العلاجي بالضبط ولا فكده هي مجرابل وتاني حاجة هي appreciative ويه appreciative دي عشان نتطمم برضو ان البروشيدورز اللي بتتم دي with competency فبنعمل من امثلة الappreciative اللي هو عشان نعرف ان المريض ده تعمله صح ولا لا بنعمل بير ريفيو انه هيجي طبيب اخر نظير ويراجع على البروشيدور اللي تمت لبعض العمليات اللي بشتغلها كل طبيب ويه perceptive quality ويه perceptive دي يعني معناها انه تكون satisfied للpatient فهل انا حققت الpatient satisfaction ولا لا تمام اللي هما الاسبت اللي هو measurable وappreciative وperceptive بعد كده هتكلم على quality management الquality management بعد ديت هي ادارة الجودة ادارة الجودة بقى حديثا بنتكلم في انه الجودة مش مجرد قسمه وخلاص لا ده احنا بنعمل ادارة شاملة للجودة على مستوى الorganization فده بيبقى بلاند وsystematic وorganization ويد على مستوى الorganization ككل system بنحطه علشان نحقق الperformance improvement ويكون continuous improvement على مستوى كل الorganization ده معنى الquality management طب انا انا عشان اطبق total quality management ده انا محتاجة ايه محتاجة اول حاجة وناخدها كده قاعدة اساسية ان اول حاجة في quality او في اي مبادرات هنعملها تخص improvement او التطوير اول حاجة هو leadership commitment leadership commitment يعني كل رؤساء الاخسام يدعمونا كقسم الجودة ويكونوا كمان active involvement معايا ومشاركين معايا وصبورت ليا ان يشجع كل الهلس care workers النوم يشاركوا ويساعدوا في اعمال الجودة وطبعا في total quality management انا هعمل تطوير مستمر continuous improvement وهيكون الفوكس عندي هو consumer او customer اللي انا مركزها على ان انا ال customer satisfaction ال internal وال external customer satisfaction وهعمل involvement لكل الemployees وطبعا لازم انا اعمل evaluation لأي مبادرات او اي اعمال انا اعملها في الجودة ومعنى evaluation يعني تطييم بمعنى ان انا في البداية هحط لنفسي هدف وابدأ اشتغل continuous improvement وتطوير عشان اسعى لتحقيق الهدف ده اجي بعد ما خلصت الimprovement اعمل measure او تشكد هل الجول اللي انا حطيته لنفسي حقاته ولا ما حقاته فده معنى evaluation طبعا زي ما قلت لكم continuous quality improvement او عمتا الquality improvement first او key critical key value for success هو leadership commitment لانه leaders هم اللي هحطوا لي strategic goal ويحطوا لي vision والmission والرؤية والرسالة واهدافنا الاستراتيجية اللي هتكون مرتبطة بأعمال الجودة واللي نسعى كلنا لتحققها تمام؟ حد كده واضح مفهوم بعد كده ما انا هتكلم على الفرق ما بين الجودة قديما والجودة حديثا الجودة قديما كان اسمها quality assurance والجودة حديثا اسمها total quality management زمان كان activities based on organizational structure يعني انا عايز اطور فانا هبصت على الهيكل الخارجي وهغير في الشكل الخارجي الorganization هغير في الشكل هدهن هغير في الديهنات يعني بشتغل على structure بس كان اي activity بنعملها بتكون departmental بمعنى ان انا عايز اعمل تطوير في قسم المختبر خلاص انا اروح على قسم المختبر وهو منفصل عن بقية الاقسام واروح اطور فيه الواحده taking action only when problem is identified يعني كنا بناخد action او بنتحرك ونتصرف بس لما تحصل مشكلة كان اي خطأ يحصل كنا نقول ان هو مين اللي عمل الخطأ ده وان اي خطأ كنا بنلبسه لمين الاندفيدوال performance ونقول هو ما اشتغلش صح هو ما اعملش صح كان الفوكس بتاعنا او بننكز على patient وال care givers بس احنا دلوقتي بقى في total quality management قلنا لا ده اي activity احنا هنعملها لازم تكون cross departmental according to patient follow يعني معنى كده ان الاقسام كلها مرتبطة ببعض عايز تعمل نطور قسم المختبر لكن كل الاقسام متربطة بعدها cross departmental كان اي وحاليا اي او اي activity بنعملها بنركز على الجزئين الشقين الclinical والnon clinical service الclinical والnon clinical لاي كله اهمية واي واحد يوم عن الاخر يعني مثلا الparking والhouse keeping والحاجات دي ما هي non clinical لكن مهمة جدا للpatient satisfaction كان بس لما تبقى في مشكلة لا احنا دلوقتي احنا اصلا شغالين على continuous improvement وتطوير وتحسين مستمر من قبل ما تحصل المشكلة انا بس على اصلا تطويرها قبل ما تحصل دلوقتي بنقول ان اي error due to system not due to individual وده يعتبر main difference ما بين او اللي دايما بييجي تركيز عليه في الاسئلة في main difference ما بين quality assurance total quality management quality assurance كانت بتركيز على individual performance اما total quality management بتركيز على system performance طبعا دلوقتي كمان فوكس على patient care process والpatient care outcome طب احنا قلنا ان الفوكس عندنا على ايه على customer satisfaction طب ايه انواع الكustomer انا عندي نوعين من الكustomer عندي internal customer وا external customer مين internal customer اللي هم اللي عاملين عندي داخل المستشفى من اول governing body والCO والCMO والCFO كله لحد اللي اصغر عامل كل العاملين عندي داخل الorganization بنقول عليهم internal customer اما اللي من خارج الorganization زي patient والfamily والprovider والinsurance company واي حد من خارج الhealth care organization بسميه external customer وطبعا احنا بنركز على رضاء الانترن customer عشان يقدر ان يدي خدمة تكون satisfied للexternal customer ما هو الانترن customer ده لو هو unsatisfied مش هيقدر ان يحاعل satisfaction للexternal customer تمام طيب من هنا امثل الانترن customer والexternal customer هنتكلم عن ايه تاني وطبعا customer focus هنتكلم عن الفرق ما بين service والproduct الفرق ما بين healthcare service او الخدمة الطبية اللي احنا بنقدمها وproduct زي مثلا ايه الcar او الcell phone يعني اي product ملموس وممسوك في ايدك والservice اللي ايه الهلسي care service اللي انت بتقدمها للمريض طبعا الهلسي care service دي بتبقى intangible وكانت بي measured السر الخدمة اللي انا بقدمها للمريض دي حاجة غير ملموسة حاجة يعني مش مادية حاجة غير ملموسة وما تقدرش انك تمسكها وكانت بي measured وكانت بي inventory ما تقدرش ان انت تعمل لها guard وكانت بي result وكانت بي saved ولان service دي بتبقى appreciable يعني الخدمة دي بتكون فانية مجرد منا قدمت الخدمة دي للمريض فهي قلصة الخدمة ما هيش لسا موجودة ويمسكها ويروح يبيعها لحد تاني او يديها لحد تاني على عكس ايه الproduct تقدر انت تمسكه وتبيعه وتعيد تعيد بيعه تاني او تعمله guard او كده فده الفرق ما بين service وي product طيب الدونيبيديان بقى model for indicators جاء علم اسمه دونيبيديان قالك انا عندي هحط indicator كمؤشرات لكياس ادائي اللي هي الKBI او معشرات كياس الاداء مؤشرات كياس الاداء دي عندي منها ثلاثة عندي structure وprocess وoutcome يبقى indicators اللي عندي ثلاثة structure وprocess وoutcome وقالك ان العلاقة ما بين structure والprocess والoutcome causally related يعني ايه causally related يعني انا عشان اعمل الprocess دي محتاج الstructure يكون موجود يبقى وجود الstructure هو the cause to have the process or to do the process وعملي للprocess ده هو the main cause to have outcome يعني بعد ما بعمل الprocess انا بحصل outcome فالprocess هي the causal factor for outcome ده معنى causally related طب ايه هو الstructure الstructure ده هو المقومات الاساسية اللي بتساعدني علشان ان انا اقدي مهام معينة زي الاسطف الاسطف والاكوب والاكوب منت والدبارتمنت والسبلايز والانفيرومنت وكل المقومات الاساسية اللي عندي في الهالسي care organization والworking hours والملفات الطبية والالكترونيك medical record وكل الحاجات الاساسية اللي هي بتساعدني علشان ان انا اقدي process طب ايه هي process اي doing action بيعتبر process taking blood sample giving order how is keeping transportation nursing care physician order compliance to protocol compliance to pathway اي حاجة من الحاجات دي بتعتبر process اي time taken بيكون كمان تحت الprocess اي وقت انا هاخده عشان اعمل المهم معينة فده برضو process طب ايه هو outcome outcome ده بقى بيعتبر the net result او النتيجة النهائية من عمل process معينة فالprocess اللي انا عملته وعليكت المريض وعملت procedures معينة فالنتيجة انه يبقى المريض ده اما satisfied اما dissatisfied morbidity rate mortality rate discomfort اي بقى اي نتيجة نهائية بتعتبر outcome infection rate compliance rate اي rate بيعتبر برضو outcome لاني بتعتبر نتيجة نهائية لprocess تمام هنا امثلة هوت ل structure والprocess والoutcome طيب نتكلم عن integrated delivery system والintegrated delivery system معناه انه يكون عندي database وحاطة software علشان يعمل ورابط الdata كلها ببعضها فبالتالي لو انا عندي مثلا مريض وعندي مجموعة مستوصفات مثلا بنفس تحت نفس وعندي مريض راح كشف في المستوصف اي ما ارتحش على علاج الطبيب ده فراح المستوصف بي فمش هيحتاج انه يعمل duplication للأفورت او يعيد تاني التحاليل اللي عملها في المستوصف اي لان system integrated فمجرد ما الطبيب يدخل اسمه او رقم الملف بتاعه هيلاقي كل الinvestigation والتحاليل اللي عملها ظهرة قدام فده معنى الintegration ان يكون فيه ترابط ما بين ال data ما بينها وما بين بعضي هلا كان عندي نوعين من الintegration عندي horizontal integration وvertical integration الhorizontal integration ده زي المثال اللي انا حسبتل system يعني يكون ان انا عامل integration بيني وما بين مستشفيات اخرى بتقدم نفس الخدمة فالkeyword في الhorizontal integration ان هو provide the similar level of care يعني بيني وما بين مجموعة من المنشآت بتقدم نفس الخدمات اللي انا باقدمها بالزبط يبقى similar level of care ده بيعتبر horizontal integration طب لو انا مثلا مستشفى مفيش عندي مفيش عندي MRI او city scan وروحت انا اتعقدت مع مركز او مستشفى اخرى كبيرة عندهم MRI او city scan يبقى كده ده similar level of care لا ده different level of care will be delivered يبقى هنا في حاجة زيادة هما هيقدم هالي مش موجودة عندي وانا هعمل بيني وبين هم integration بحيس ان برضو المريض ما يحتاجش ان يجيب الملف ويودي الملف خلاص الداتا تكون integrated على system واحد فده بيكون في الحالة دي اسمه vertical integration يبقى vertical integration لو انا هتعاقق هعمل integration بيني وبين حد هيقدم لي different level of different stage of process اما لو كان similar level او نفس الخدمات اللي انا بيقدمها ده اسمه horizon وطبعا اهمية integrated delivery system انه cost reduction need to duplication of investigation فكده avoid اي duplication و reduction في cost تمام تمام يا جماعة الشرح واضح هو شابتر سهل وصغير وبسيط ويعتبر مجرد مقدمة في quality وان ايه هو تعريف quality على اساس ان بعد كده نكون عارفين واحنا بندرس ايه هي healthcare quality الشرح واضح ولا في حد عنده اي استفسار